كل جمهور النادي الأهلي الإصلاح عمره ما هيكون يجي بسكينة مرة واحدة وتخلص الموضوع في يومين ثلاثة وتغير الدنيا الإصلاح ده بيبقى على مراحل وعلى فترات وخصوصاً أن أنت في وسط الموسم وفي وسط المعمعة أنت عندك بعد ثلاثة أربعة أيام فيه مطش مهم جداً فيه بطولة أنا في رأيي لا تقل عن بطولة إفريقية أو هي الأساس هي الأساس اللي بتدخلك البطولات الإفريقية والبطولات العربية يعني هي الأساس بالنسبة أبو خشام الباب الكبير بطولة الدولة بالضبط كده يعني لازم الأول الناس كلها تتكتف الناس كلها تبطل كلام وتبطل رغي وتصمت شوية المرحلة محتاجة المسندة الفترة دي عشان تعدي أنت عندك مشكلة أن أنت دخل على طول فيه مطشات ومؤجلات وأوحش حاجة في الدنيا بالنسبة للفرقة أنها يكون عندها مؤجلات ويكون المنافس سابق لو ماتش وماتش في نوع من الضغط طبعا ضغط كبير جدا غير الضغط اللي أنت جاي منه بإخفاقك للبطولتين غير ضغط السوشيال ويبكين الكابتن صالح سليم رحمه الله كان قايل المدرجات لا تحكم استحالي منفعش وربما لقنات غالط المدرجات بالسوشيال ميديا طبعا وبالتالي لحكمت المدرجات ولا هتحكم السوشيال ميديا والمدرجات كانت أثناء الماتش وبس أو في تمرين أو حاجة دلوقتي لا دي في كل دقيقة أو في كل ثانية على الفيسبوك وعلى وعلى القنوات الفضائية الكتيرة والدنيا الدنيا اتغيرت فأنا واثق طبعا في الإدارة النادي الأهل إنها هتعالج إن شاء الله بعض الأخطاء المرحلية زي ما إحنا بنقول لأن زي ما أنا بقول تاني إنها مش مش هينفع إنها يعني مرة واحدة أهم حاجة إن احنا نأهل اللعيبة نفسيا أهم حاجة خلال الفترة دي أنت عندك القماشة دي اللي موجودة وعندك اللعيبة دي اللي موجودة على الأقل للغاية يناير إن انت ممكن تعمل تدعمات وتشتري بعض العناصر المميزة في يناير إنما أنت عندك شهر كامل شهر 12 ده مليان بالمبارات والأحداث بطولة أفريقيا دخلة على الأبواب كمان بطولة جديدة بطولة الدوري مهمة جدا لنا الفترة دي عندك ماتش خلال أربعة أيام مع فرقة قوية غيرت جلدها لسه قريب وعملة مكاسب دايما مباراة نادي المؤولين العرب مع النادي الأهلي بتبقى مرة تنفسية ومباراة صعبة المؤولين في أفضل وفي أفضل حالاته عماد عمل حالة كويسة معهم وزي ما احنا بنقول للمكسب بيجيب مكسب أنت محتاج محتاج قوي أنك تكسب المطش الجاي مع فرقة قوية زي فرقة المؤولين العرب ترجع الثقة للعيبة ترجع الثقة للجهاز الفني اللي موجود ترجع الثقة لجماهيرك تاني تدخل في مرحلة إن شاء الله الانتصارات وزي ما بقولك الإصلاح هيجي بالتدريج إن شاء الله شكراً لكم